نتطمم منه على كابتن عبدالباقي زي حضرتك يا فندم طبعا من معسكر ومورة زي حضرتك يا فندم يعني كابتن عبدالباقي خلال الفترة اللي فاتت نادي ودي دجلة ماشي بخطة جيدة هناك طبعا تعثرات دي بتحصل مع كل الفرق ولكن طريقة اللعب الكل بيشيد بطريقة اللعب لنادي ودي دجلة مع المدير الفني الجديد هل كان من الصعب ان انتو تعودوا اللعيب على طريقة اللعب دي يا كابتن طبعا كابتن يعني احنا دعب بطريقة ياب حركة عارف يعني اصعب طريقة ياب على مستوى حتى الفرقة كبيرة يمكن تلت اول الموسم دول حتى ما تلت تلت مع جورديه هولا الكوالاتي العالي احتلاقة في العالم كدت مع وقت الموسم قبل اللي فات قد هو قد طويل جدا وطنش بشكل مش كويس الموسم الاولين وطبعا انا قد دعب بطريقة اللي احتايا طبعا وقت معا كمان زائد ان احنا لعبتنا طبعا صغيرة معا لاش فترة كبيرة في الدولة لكن معظمهم اكثر من 8-8 من الفرقاتنا اول موسم ديها الياب في الدور الممتاز نعم فالموضوع قد نرى وقتك الحمد لله يعني نهينا للدور الاولاني شكل كويس شكل موردي وشكل اول مطفين يعني بالاخر للدور الاولاني ومع اول مطفين في الدور التاني كانوا شكل كويس يعني حتى كنت تجبع ايجابية اخر مطفينة كان نحول ربين يوم مع الجونات كسبت ننصف جونات محترمة قبلها الداخلية يعني كنا نهينا شكل كويس الحمد لله طيب كنا لسه بتتكلم مع كابتن ابراهيم والكابتن شريف وكابتن محمد حشيش عن طريقة اداء وادي دجلة هل من الممكن ان يتم تغيير طريقة الله بغدا ان النادي الاهلي بيلعب بطريقة مختلفة عن باقية الانداء او لان انت هتلعب النادي الاهلي ولا ستظل هي هي نفس الطريقة والله طبعا كابتن ان النادي الاهلي يعني مش هنقول كعام بدلوماتي ومارشي بتلاتة موقع يعني بالجازء يعني حتى بيه القصر كابومة طبعا كابتن معلش وكن تتحرك بالتليفون عشان يستمعينك بعد اذنك كلها كابتن ان صبعا احنا النادي الاهلي دي تأدير صبعا ودي اكيد ببقى ليه حتى بالنزل اللاعيبة ديه اهتمام ونفس بيتاخذ غير اي ماتش تاني خاصة بعد التدامات الخوائية اللي النادي الاهلي عملها قل له حضرتك ممكن ديه اقوى تاني تدعين في تاريخ النادي الاهلي ممكن بعد سنة 25 اللي كنت حرك من ضمن المجموعة اللي راحت النادي الاهلي في التدامات اللي عملت انجازات وصوات كبيرة لنادي الاهلي تمام يعني برضو ما ليش برضو حيغار طريق بكرة بقى بكرة حالي على فربيش المسكين جايب لعيب كابتن تجابيني عكوب الغاني من يونان ومصطفى طلعت بيجي اعتاني الفريق ورمزي خالد من التحدي هالي النادي هتشوفها هيكون لها بكرة اللاعبها دي هيكون لها دور بكرة مع الفريق ولا ايه ولا بلاشن هم معنا كابتن طبع في معصر ويعني يعني احنا من النادي اللعب الخبيش يعني احنا معلناش حاجات من نخفية يعني احنا دايما بقى الاشتورشي بتاعنا واضح ناسي لها في معصر واضحة بكرة بادي يعني من اول ناسي نقدم التشكيل بتاعنا الاساسي بس يعني احنا ليس كابتن مصطفى بكرة في ساعة 8 فليسة في وقت في ممكن بكرة حنم ونصحة حنم ونصحة طول النهار لغاية لما تشوف المباررة طيب اخيرا كابتن فترة الراحة الطويلة من يوم 26 12 لغاية دلوقتي اعتقد انها فترة راحة طويلة هل منها ممكن ان تؤثر سلبيا على نادي ودي دجلة ولا انت شايف لا احنا عملنا اربع مطشاط وديين اه اقوية بس طويلة كابتن عارف يعني المطشاط الودية طبعا ووديك من لما بيبعي كده يعني الفترات الراحة ده كده احنا فيه اوقات ببناخداش بين المسلمين يعني برضو وديك اه غريبة كده صح يعني احنا عربانيوز قريبا احنا حاولنا نخلي تركيز اكيد اكيد هيبقى لها يعني اكيد فيه تأثير سلبي طبعا الغير لما بقى الضعب بشكل منتظم ومطشاط وديية وفيه جدية طبعا اكيد الموضوع بيه فترات انا بشكر حضرتك جدا كابتن عبدالبي على هذه المداخلة وان شاء الله بكرا نشوفك ونتكلم معاك مرة اخرى شكرا جزيلا معلشها كابتن شريف عشر عندنا حاجة هنطلع عن